حول ذلك ينضم إلينا من القاهرة الباحث في أشعر الإيراني محمد عباس ناجي مرحبا بك محمد عمليات قمع يومية تنفذها قوات البسيج ضد المدنيين المطالبين بحريتهم برأيك إلى أين تسير هذه المظاهرات وهل سيستطيع الشعب تحقيق مطالبه هذه المرة؟ أهلا بك في البداية في اعتقادي أن الشارع الإيراني يسير نحو تجديد الاحتجاجات مرة أخرى وربما تطويرها إلى مرحلة قد لا يستطيع النظام الإيراني التعامل معها بنفس الأليات التي سبق أن تبناها في التعامل مع الاحتجاجات الماضية وهي الأليات الأمنية واضح جدا أن ما فعله النظام الإيراني حتى الآن أنتج مفعيل عكسية وبالتالي ساهم في تجدد المظاهرات مرة أخرى وربما تفاكم الاستياء الشعبي تجاه السياسات التي تبناها على الصعيدين الداخلي والخارجي النظام لم يتراجع عن دعم للتنظمات الإرهابية في الخارج وهذا ما أكده حتى مستشار المرشد لعلاقات دولية علي أكبر ولايتي في الأيام الماضية بأن إيران لن تتراجع عن دعم حلفاء في المنطقة النظام ما زال تبنى نظرية المؤامرة التي تشير أو تتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وغيرها بأنها هي التي تقف وراء الاحتجاجات رغم أن أسباب هذه الاحتجاجات هي أسباب داخلية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية واستنزاف النظام الإيراني للخزينة الإيرانية أو أموال الإيرانيين في دعم ميليشيات إرهابية في الخارج معنى ذلك أنه من الممكن أن الموجة الجديدة من الاحتجاجات تفرد مزيدا من الضغوط على النظام خاصة في حالة ما إذا تحولت إلى احتجاجات ذات طابع سياسي في هذه اللحظة أعتقد ستكون التحدي كبير على النظام وربما يفكر في مرحلة تالية في أن يجري تغييرات بالفعل في سياساته في الداخل والخارج من أجل استعاب مطالب الاحتجاجات والتوقف عن المغامرات التي يكون بها في الخارج نعم بالفعل المتظاهرون يطالبون نظام الملالي بالتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة في الخارج وصرف هذه الميزانيات لصالح الاقتصاد الإيراني اللي يعود نفعه على المواطن بينما نجد إصرار من النظام على هذا الدعم لماذا هذا الإصرار؟ لأن هذا النظام يرى أنه لا يستطيع أن يتمدل في الخارج دون هذا الدعم وأن أي تراجع عن هذا الدعم معناه أنه سيبقى داخل حدوده داخل حدود إيران الجغرافية والتالي من الممكن أن يتعرض لضربات أو هجوم هو يعتقد ذلك ويعتقد أن أحد أسباب الدفاع أو أحد أليات الدفاع عن نفسه هو التمدد أو تأسيس علاقات مع حلفاء في الإقليم سواء تنظمات إرهابية مثل حزب الله مثل الحسين أو الميليشيات التابعة له في العراق وسوريا أو حتى أنظمة مثل النظام الأسد في سوريا أنا لا أعتقد أن النظام بالطبع طبعا الاحتجاجات ستفرد ضغوطا قوية على النظام لكن أعتقد أن النظام ليس من السهل أن يتراجع لكن أنا في اعتقادي أن العامل الأساسي الذي سيدفعه أو سيدغط عليه في هذا السيار هو مدى وصول الاحتجاجات إلى درجة لا يمكن للنظام أن يتعامل معه بنفس الأليات الأمنية التقليدية التي تتبع أو تبنها في الفترة الماضية في هذه اللحظة لن يستطيع النظام الاستمرار في نفس سياساته في الداخل أو في الخارج وسيرى أن بقاء في السلطة مرتبط بالتراجع عن دعم هذه الميليشيات وهذه الأنظمة الإرهابية في المنطقة باعتبار أن هذا الدعم هو الذي تسبب في تفاكم الأسباب الاحتجاجات الداخلية نتيجة إهماله للأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الداخل لحساب المغامرات الإرهابية في الأقليم وفي مناطق أخرى من العالم نعم أستاذ محمد كان هناك كما ذكرت إجراءات أمنية ضد الاحتجاجات في المرة الأولى والآن نظام الملال يقوم بقطع وسائل الاتصال منها الانترنت وغيرها حتى لا يكتشف الحجم الكبير أو يكشف الحجم الكبير لهذه المظاهرات والعمليات القمعية التي تقوم بها قوات البسيج على ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن هذا النظام يخشى بشكل كبير من تفاكم هذه الاحتجاجات وأيضا يتخوف من أن تحظى بكبول أو بدعم دولي واسع لو لاحظنا سنجد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الألية الأساسية الآن التي يتبعها المحتجون سواء في تكوين حشود داخلية مناوئة لسياسات النظام ورافضة لهذه السياسات في الداخل والخارج أو فيما يتعلق بنقل ما يحدث داخل إيران من قمع للحريات من قمع للتظاهرات إلى الساحة الدولية وبالتالي استقطاب دعم دولي كبير سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب الجاليات الإيرانية الموجودة في الخارج وحتى كوى المعارضة الموجودة في دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لذا النظام يتبع هذه السياسة حتى من الاحتجاجات وربما من أزمة عام 2009 وهي تقييد الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حتى ضغط على إحدى شركات تليغرام التي أنشأت مكاتف في طهران الآن من أجل إبقاء بيانات الحسابات الخاصة بالإيرانيين داخل إيران ومن أجل إعطاء الفرصة للنظام بأن يتعرف على هذه البيانات وأن يقيد حرية الحركة المتاحة أمام النشطاء السياسيين الذين يستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواقع الاحتجاجات وأوقات تنظيمها في الفترة الماضية وربما في الأيام القادمة لكن في كل الأحوال أنا في اعتقادي هذه الإجراءات القمعية لن تنتج إلا مفعيل عكسية سوف تؤدي إلى انتقال الاحتجاجات من مدن ومحافظات إلى أخرى حتى تصل إلى العاصمة طهران وبالتالي تضغط بشكل كبير على النظام وأيضا تنتقل من الطبع الاقتصادي إلى الطبع السياسي الأكثر تأثيرا على النظام خصوصا أنها وصلت إلى منحلة المطالبة بسكوت الدكتاتور في إشارة إلى رأس النظام أو المرشد الأعلى علي الخامن من القاهرة الباحث في الشأن الإيراني محمد عباس ناجي شكرا جزيلا لك